الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معي مبرمجة من V1 SE واي فاي. مثل ما احنا شايفين اصدار السوفتوير اللي هو ثمانية فاصلة اربعة عشر. والشبكة الواي فاي غير متصل. لحتى اوصلها على الواي فاي واعمل ابدات. تمام? اول الشي اروح انا افتح برنامج الجي تمام? اوصل المبرمجة. طبعا اذا ما قرأت المبرمجة او البرنامج ما قرأ المبرمجة. فاروح الى التعريف انا. انستول درايفر. فاروح انزل ال V1 SE. تمام? اه والا والسي اتش ثلاثمية واحدة واربعين. تمام? اللي هو هذا. اوكي. اه اوصل اول الشي اروح على. انا. تمام? اوصل. اشوف قرأت معي. قرأت معي V1 SE. اه اروح على الريبيرينج فيتنج. مجرد ما انه افتح هذا البرنامج. اذا فيه تحديث جديد للمبرمجة. هيتصل. هيعمل update upgrade له حاله. لحاله هيعمل upgrade. هتشوف الشاشة طفت. ومكتوب عندك upgrade. هذا اذا كان فيه تحديث على المبرمجة. مجرد ما انك تفوت على repairing fitting. لحاله يعمل. هما كاتبي لك support the upgrade. of the following equipment. اه يعني انه المدعومة في هاي الخانة اللي هي V1 SE. اليو تول جي البي تي. هذا كل هذا. connect the device. enter the interface automatically upgrade. يعني اشبك واحدة من هالمبرمجات اللي مكتوبة تحت اللي هي من ضمن هال V1 SE اللي هي اللي معنا. تمام? اللي هي هاي اللي معنا. اه مجرد ما انك تشبكها هو لحاله هيعمل upgrade. طيب الان انا اريد اتصل في الواي فاي. بعد ما اتصل على الكمبيوتر بامكاني اضغط على ال V1 SE واي فاي setting. تمام? واختار شبكة الاتصال لو نفترض هاي. تمام? ونكتب الرقم السري. نعمل confirm. تمام? هذا هو. تجي على المبرمجة. شوف. اتصلت في الواي فاي. صار في عليها اتصال في الواي فاي. تمام? نرجع على الكمبيوتر بامكانه نضغط على repair fitting connect. تمام? هذا هو. تمام? ومتصل في الواي فاي. اوكي? ومتصل في الشحن. احنا كل غاية منها انه نعرف كيف نعمل upgrade وكيف نعمل اتصال مع شبكة الواي فاي. هذا اذا كان V1 SE واي فاي مدعوم. اما اذا كان V1 SE العادية في الها طرق ثانية لكن ما عندي انتبورد. تحياتي للجميع. اخوكم وسيم. السلام عليكم. الله تعالى وبركاته